مشاهدين الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو هل نادى المسيح بكراهية الوالدين وذبح الأعداء؟ هل نادى المسيح بكراهية الوالدين وذبح الأعداء؟ حياة المسيح زي ما كلنا نعرف من خلال أعماله ومن خلال تعليمه ومن خلال حياته التي جاد بها علينا ما هي إلا إعلان للحب فالمسيح أعلن لنا محبة الله في كل ما قال وفي كل ما عمل لكن الدكتور منقذ يريد أن ينفي الشبهة عن الإسلام فيطعن في حياة المسيح كل اللي عايز يعمله دكتور منقذ هو أن أنتوا بتقولوا أن الإسلام يعلم عن الكراهية والإسلام يعلم عن البغضة طيب ما أيضا هناك أقوال قالها المسيح وتعبيرات نطق بها المسيح ممكن نقول أنه هو أيضا علم بكراهية الوالدين ونادى بذبح الأعداء عندنا مثل يا دكتور منقذ في مصر ممكن أنت أكيد عارفه المثل ده بيقول إيه؟ بيقول ملقوش في الورد عيب فقالوا عنه أحمر الخدين أنت لا ترى في المسيح أي عيب وزي ما طلبت منك قبل كده أنك تتجرأ وتعمل مقارنة ما بين حياة المسيح وتعليمه وسلوكياته وعلاقته مع النساء وشهواته وبين رسول الإسلام وانت رفضت لأنك لا تستطيع أن تقوم بهذه المقارنة على أي وجه ونظلم المسيح إذا قارنته أساسا بأي شخص آخر فالمسيح هو الوديع والمتواضع القلب المسيح الذي قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ المسيح الذي صنع كل شيء حسنا في وقته المسيح الذي كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس مش أنت بس يا دكتور منقز لكن العالم كله يعلم أنه لا يوجد إنسان عاش على هذه الأرض وعلم عن المحبة وبرها عن المحبة كما عاشها المسيح وبرها عنها فأقوال ما ذالت إلى يومنا هذا نبراسا ونورا للعالم كله أجي إلى موضوع الحلقة هل نادى المسيح بكراهية الوالدين وذبح الأعداء دكتور منقز قال لنا أن المسيح نادى ببغضة الوالدين خلونا نشوف الفيديو والنص الكتابي اللي اقتبس منه الدكتور منقز ونرجع نعلق عليه خلينا نقرأ هذا النص أيضا سويا جناب القس لنرى هل هو تعبير عن الحب الإلهي كان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض آباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا لازم يكره يبغض لاحظ مش قال لا يحب مش قال لا يحب ممكن الإنسان لا يحب لكنه لا يبغض النص يقول يبغض لازم يبغض أبو يبغض أمه يبغض امرأته أولاده إخوانه أخواته لازم يبغض نفسه أيضا إذا ما فعل هذا فلا يقدر أن يكون ليه تلميذا فلا يقدر أن يكون ليه تلميذا أرني بهل وإنياتك في تأويل هذا النص وقد اطلعته عليها وأعرفه أرنا إياها دع المشاهدين يسمعونها من فمك زي ما قلت لحضراتكم أنه دكتور منكز بدأ يفقد عصابه وبدأ أنه هو يعني الهدوء اللي بيتكلم به بيأتي إلى النصوص الكتابية هو كل اللي عايز يعمله الدكتور منكز هو يقول يقول لنا أهو المسيح نادى ببغضة الوالدين أنا عارف يا دكتور منكز أنه أنت مش مصدق اللي أنت بتقوله لأنه ما فيش حد أيضا هيصدق اللي أنت بتقوله أنت نفسك اللي أنت بتقوله ده مش مصدق لو أنت قريت الأنجيل يعني لو أنت درست عن حياة المسيح لو أنت بس مجرد قريت الأنجيل إراية سطحية مش إراية دراسية عميقة هل فعلاً المسيح نادى ببغضة الوالدين زي ما قال الدكتور منكز النص موجود في لقى 14 وفي عدد 25 و 26 لكن الدكتور منكز ما كملش الإراية لأنه الإراية فيها توضيح المسيح الرب يسوح كمعلم حكيم وبارع في التعليم عندما يقول عبارة مثل هذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فليبغد أباه وأمه وفي مكان تاني قال فلينكر نفسه ويحمل صليبه علشان الناس تقدر تفهم الرب بيقدم ليهم مثال بيقدم ليهم مثل توضيحي illustration من الحياة يعني إيه كلام إنه يبغد أباه وأمه قال لهم من منكم وهو يريد أن يبني برجا واحد عايزي بني بيت عايزي بني برج لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل فيبتدئ جميع النظرين يهزؤون به قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة ألاف الذي يأتي عليه بـ 20 ألف يعني عدوه جايب 20 ألف وإنت عندك بس عشر تلاف مقاتل وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفاره ويسأل ما هو للصلح يعني مدام الحرب لسه ما جاتش وبما أنه عدد جيش وقال وممكن يتهزم فبدل ما يتهزم يبعث السفراء بتوعه ويصنع صلحا لذلك فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميزا اللي ربي بيكلم هنا عن إيه دكتور مونكز بيكلم في النص ده عن حساب النفقة ما ينفعش أن أنت تتبع المسيح وتصير له تلميز دون أن تكون فاهما وعارفا أن هناك ثمن لهذه التبعية وفي الفكر اليهودي الأسرة هي مركز أمان الشخص الأسرة هي كل شيء بالنسبة للشخص فعندما يقبل إنسان الرب يسوع هذا الإنسان يعلم جيدا أنه سيبغض من والديه وسيطرد من البيت كما يحدث الآن مع الآلاف من العابرين من الإسلام إلى المسيحية أهليهم يطردوهم أهليهم بيبلغوا عنهم الشرطة أهليهم بيرفضوهم بيقطعوا الاتصالات بيهم بيتقلموا لأنهم تبعوا المسيح فإذا لم تحسب النفقة إذا لم تجعل المسيح أولا كالجوهارة الغالية الثمن اللي لا يقارنها شيء أنت ممكن تضعف وما تكملش ويقولوا الناس بدأ لكنه لم يكمل فلما ربي بيكلم هنا يا دكتور مونكيز أن يبغض أباه وأمه لا يعني مشاعر الكراهية يا دكتور مونكيز ولا يعني مشاعر البغضة ولا يعني تمني لهم الموت والتمني لهم والانتقام منهم ولا يعني كل هذه المشاعر السلبية اللي أنت بتتكلم عنها هو يعني الأولوية يا دكتور مونكيز يعني حتى تكلم عن الإنسان عن علاقة الإنسان بنفسه يبغض نفسه يعني يبغض نفسه يعني ينكر نفسه يعني يضع المسيح أولاً وليس نفسه يضع المسيح أولاً وليس أباه وأمه يضع المسيح أولاً وليس امرأته وأولاده يضع المسيح أولاً وليس إخواته وأقاربه ينكر نفسه يبغد نفسه يعني ان موضع المحبة الاولى هو شخص الرب وكأن الرب يسوع بيرجع الى الوصية الاولى والعظمة ما هي الوصية الاولى والعظمة ان تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك فمش ممكن واحد يحب الرب من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته ويجعل لله شريكا في حياته المحبة الاولى يا دكتور منقذ ده معنى النص والرب يسوع وضحه هنا فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع امواله يعني مرة قال ما ينفعش تحب الله وتحب الناس وتحب سوري تحب الله وتحب المال يعني اما تحب الواحد وتبغد الاخر مش هينفع الاتنين مع بعض وهنا نفس الفكرة ما ينفعش انك تقول ان انت تلميذ للمسيح وفي نفس الوقت عندك محبة اخرى بيتشارك بيها محبة المسيح في حياتك بمعنى ان انت قلبك منقسم مش موحد ونعرف كتير من الاخوة العابرين وبيبكوا ليل نهاره وبيصلوا من اجل والديهم مع ان والديهم قطعوا العلاقة معهم مع ان والديهم مفيش بينهم اتصال لسنين طويلة لكن بيصلوا لاجل والديهم وبيطلبوا خلاصهم ويمكن كمان بيساعدوهم بصورة او باخرى ويتمنوا الخير لهم ما عندهمش مشاعر بغضة لكنهم اختاروا المسيح اللي يكون اولا ده معنى النص يا دكتور مونكز نيجي الجزء اخر في نفس الكلام بنجد ان لواء 14 بيقولنا ولا يبغد اباه وامه لكن ايضا اتحطت في متى عشرة بمعنى توضيحي يعني ايه يبغد من احبى ابا او اما اكثر مني يعني لو حبيب تعرف معنى الاية دي يبقى هي دكتور مونكز ايه دي معناها قاليني ايه معنى يبغد هنا معناها المحبة الاكثر فلا يستحقني ومن احبى ابنا او ابن اكثر مني فلا يستحقني هل معنى كده ان المسيح بينادي ببغضة الولدين وبغضة الزوجة وبغضة الاولاد وبغضة الاصحاب ابدا المسيح بينادي بالاولوية لانه حيث يكون قلبك او حيث يكون كانزك هناك يكون قلبك ايضا فلو المسيح هو الاولوية فكل قلب هيكون مع المسيح وهقوم بمسئوليات واجباتي الاخرى صح لكن لو الاولوية تلخبطت كل حياتي يا دكتور مونكز تلخبط المسيح علم عن اهمية اكرام الولدين علم عن هذه الاهمية الوصية رقم خمسة يا دكتور مونكز في الوصية العشر اكرم اباك وامك رب يسوع بيوبخ اليهود وبيوبخهم على التعليم الغلط بتاعتهم وعلى تفسرهم الخاطئ قال لهم حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم ايه بقى هي وصية الله وهل ممكن المسيح الذي اعطى هذه الوصية ان يكسر الوصية بنفسه طبعا لا موسى لان موسى قال الوصية العشرة اكرم اباك وامك ومن يشتم ابا او اما فليمت موتا واما انتم فتقولون اما بقى تفسير اليهود وتعليم اليهود فتقولون ان قال انسان لابيه او امه قربانا اي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لابيه او امه يعني لو الانسان قدم حاجة لقربان للهيكل او قدمها على المسبح انت بتقول له ده كفاية مش لازم ان انت كمان تكرم اباك وامك او المفروض يديه الابوه امه لو جابه للهيكل تقول له خلاص انت كده عملت الوصية حافظتها مع انه لم يكرم ابا وامه ولم يحتم بهم يقول هنا الرب يسوع مبطلين كلام الله يبقى الوصية اكرم اباك وامك ده كلام الله مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه وامور كثيرة مثل هذه تفعلون يبقى هو بيوبخ كل انسان لم يحفظ الوصية ويكرم اباه وامه اي انه يحتم بهم ويقدم لهم الاكرام ويعتني بحياتهم ويسدد احتياجاتهم ودي الوصية رقم خمسة اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارد ده الوصية كمان يا دكتور منكز الرب يسوع مش بس وبخ اليهود على كسرهم للوصية الالهية اكرم اباك وامك واكد على اهميتها رب يسوع ايضا نادى بمحبة الاعداء فهل يمكن يعقل عاقل ان يقول ان من نادى بمحبة الاعداء هو نفسه ينادي ببغضة الوالدين ازاي تركب دي يا دكتور منكز ازاي تركب دي اسمع يا دكتور منكز سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك واما انا فاقول لكم احب اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسئون اليكم ويتردونكم اتحداك يا دكتور منكز ان تأتي بنص من عندك من قرآنك قريب لهذه الكلمات اتحداك اتحداك ان تأتي لنا بنص ينادي بمحبة الاعداء والاحسان الى المبغضين والصلاة لاجل الذين يسئون اليكم ويتردونكم لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في سماوات ليه لانه يشرك شمس على الاشرار والصالحين ويمتر على الابرار والظالمين لانه ده البقى البعد يا دكتور منكز اللي مش موجود ابدا عند حضرتك لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم اي اجر لي لو انا حبيت اللي بيحبني ده رد فعل طبيعي واحد بيحبني وانا برد طبيعي بالمحبة ايه بقى الاكسترا اللي انا عملته مفيش دي مشاعر عادية اليس العشرون ايضا يفعلون ذلك يعني الخطاب يعملوا كده وان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون لو سلمتوا على اخوتكم فاي فضل تصنعون اليس العشرون ايضا يفعلون هكذا ده انتو لحد الوقت يا دكتور منكز عندك صراعة مع كل عيد ميلاد او عيد قيامة فتاوي بعدم المعيدة على المسيحيين هتلي نص يا دكتور منكز من قرآنك مش هقول مشابه لده هقول شوية يعني في نفس المعاني مش هتلاقي فهل يعقل يا دكتور منك ازاي ما قلت لحضرتك انا الذي علم بمحبة الاعداء ان ينادي ببغضة الولدين ما تركبش بس هنعمل ايه انت عايز عايز تركبها علشان عايز تخرج من مأزق انت فيه المأزق اللي انت فيه انك لا يمكن ابدا ان تقارن ما بين محبة المسيح في تعليمه وفي اعماله وما بين ايضا حياة رسول الاسلام انت في مأزق اللي طبعا الاسبوع اللي فات قلت لنا ان هو وقد عمل معجزات كثيرة وموثقة تضحك على مين يا دكتور منك تبغض اباك وامك بمعنى انهم ليسوا الاولوية الاولوية تكون للرب الترتيب الالهي يا دكتور منك الرب اولا والناس تاني ده الترتيب الالهي صح لانه لما تحط الرب اولا هتقدر ايضا تتعامل مع الناس صح في حياتك لكن لو الرب مش الاول هتحط نفسك الاول هتحط الناس الاول وتفقد ابديتك ربي السوع بتكلم عن الاولوية عن تمن التبعية اللي فيه نص ايضا انت وغيرك يا دكتور منك بتفسروا غلط لانه فيه نفس متى عشرة اللي بتكلم فيه عن التبعية كلم عن رب يسوع انه اتى وانه لا لي يلقي سلاما على الارض بل سيفا وفي نفس الكلام ليفرق الابن عن ابيه والابنة عن امها يعني ايه كلام ده نفس المعنى هنا نفس اللي بنشوف النهارده في حياة كثيرين او لما بيقبل الابن المسيح في البيت ابوه بيتجنن امه بتتجنن بيتردوه برا البيت بينفصل عنهم ده اللي بيحصل ده مش بس مع اللي بيقبل المسيح لكن اللي بيصير حتى يقبل اي حاجة تاني غير انه يكون مسلم طيب دكتور مركز ماوقفش عندي كده دكتور مركز اتحفنا ايضا بالنصوص اخرى وبمحاولة انه يظهر الى اجي مدى المسيح ده ما عندهش رحمة ولا بيهتم بمشاعر الناس ولا بيهتم بالشخص اللي ابو مات يا حرام ابو مات للدرجة ان المسيح بيمنعه ان يروح يدفن ابوه ويقول له دع الموتى يدفنونا موتاهم خلونا نشوف تفسير الدكتور منقز وهو بيقول ايه عن النص ده جاء رجل الى المسيح عليه الصلاة والسلام وقال يا سيد انا اريد ان اتبعك لكن يعني توفي والدي فاسمح لي اني اذهب وادفن والدي ثم اعود اتوقع منك جناب القس لو حصلت هذه معك واستأذنك واحد من طلابك في المحاضرة قال لك دكتور بدي اغيب اليوم عن المحاضرة لانه والدي توفي ممكن تصرف الطلاب جميعا وتقول لهم ليدكم تروح تشارك زميلكم في هذا الامر وتقدمون له العزاء اتوقع ان تفعل شيئا من ذلك لكن بحسب انجيل المسيح لم يصنع ذلك فقال له يسوع اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم هل يفعل المسيح عليه الصلاة والسلام ذلك انا اثق بان المسيح عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يفعل ذلك لان هذه الجفوة يستحيل ان نجدها في نبي الله عليه الصلاة والسلام المسيح طيب كويسا هذه الجفوة لا يمكن ان تكون في المسيح والمرة اللي فات الدكتور مونكز اللي فات قلت لك ان النصوص اللي انت بتجيبها دي دكتور مونكز ما هي الا دليل من ضمن الادلة الصارخة على ان الاناجيل لم تحرف لانه اي واحد بيحب المسيح عايز اقدم المسيح بصورة مقبولة للناس عايز يعني يكتب الحاجات الصح اللي هي تبقى مقبولة عند الناس ويشيل اي حاجة ممكن يبقى عليها تساؤلات فلو التلاميذ غيروا في الاناجيل كانوا شالوا العبارات اللي انت النهاردة بتسيق فهمها وكانوا ريحونا من اساءة فهمك لهذه النصوص واساءة فهم الاخرين لا يا دكتور مونكس لكن كتبوها عارف ليه كتبوها لانها حقيقة لان المسيح قال هذه العبارات لان المسيح نطق بها فلان المسيح نطق بها كتبها التلاميذ بصدق وبحق طيب اخذ مدخلة وارجع اكلم اكمل مع حضراتكم تفضل الاخت فريال الو اشرف سلام المسيح معاك سلام المسيح اختي فريال الرب يقويك ويصبرك ويعطيك قلب واسع باسم يسو حتى ترد على هذا الشيخ مع كل احترامي اللي تنطبق عليه الآية في الكتاب المقدس الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله يعني حقيقة أنا بس أحب أعلق على المسيح قال يبغض يعني فعلا هاي الكلمة أضحكتني كثير لأنه هل هو المسيح يبغض إذا مثل ما ذكرت أخ أشرف إذا هو قال لنا أحب أعداءكم باركوا لعليكم وفي الكتاب المقدس من بدايته إلى نهايته هي المحبة الله ومحبة الآخرين ويقول الكتاب المقدس من يبغض أخاه فهو قاتل نفس يا أخ منقذ صدقني ما إحنا ما نكرهك ولا نبغضك لأنه هذا أدنى خطيئة وضع تعاليم المسيح له كل المش لكن إحنا نقدرك ونحبك ونصلي من أجلك فعلا يا دكتور منقذ مثل الحرف يقتل أنت لقطت هاي الكلمة يبغض وفسرت على كيفك ولكن الروح يحيي الرب يسوع المسيح قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة فافهم الكلام وخذ الكلام والتفسير من أهل الكتاب اللي يفهمون وأنت لا تفسر على كيفك ولا تعمل إسخاط الله يخليك فالرب يرحمك هو بالزبط كده بنوره بعقلك وبقلبك ربنا يخليك شكرا أخذ ربي باركك هو فعلا بيعمل إسقاط يعني كل اللي بيعمله دكتور منقذ هو عايز يخرج من المأزق اللي هو فيه فبيعمل إسقاط أنتو بتقولوا أنه الإسلام ينادي بكذا وكذا طبعا بدون أن يفكر بدون أن يدرس بدون أن يرى يعني كلام المسيح على حقيقته ماذا يعني يعني زي ما الأخت في ريال قالت أنه من يبغد أخافها وقتل نفس فهل المسيح الذي نادى بمحبة الأعداء وقدم نفسه من أجل الخطاة وعلم عن المحبة وقلب هذا يعرف الجميع أنكم تلاميذة إن كان لكم حب ينادي ببغدة الولدين يعني طيب نرجع للنص بتاعنا النص اللي الاقتباس الدكتور منقذ وقال له آخر من تلاميذه خليني أقرأ الناس كله على بعض لأنه أنا حطه بشكل كبير في متى تمانية وعدد تسعتاشر إلى اتنين وعشرين فتقدم كاتب وقال له كاتب سكرايب معلم اللي هم متخصصين في نسخ الشريعة إلى آخره فتقدم له كاتب وقال يا معلم أتبعك أينما تمضي أنا عايز أمشي وراك وأتبعك وأصيد لك تلميذ المسيح قال له حاجة مهمة جدا ترجع لل نقطة اللي كلمنا فيها قبل كده عن سمن التبعية تمن التبعية فقال له يسوع للثعالب أو جرة ولطيور سماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه يعني إيه الكلام ده يعني إنت لو بتدور على ما كسب مش هتكسب لو بتدور على راحة جسدية مش هتلاقي لو بتدور على دخل واستفادة مادية مش هتلاقي ويا ما ناس يا دكتور مونكز بتتبع ناس ليس إلا للاستفادة هو طول ما هو بيستفاد منك هو معاك بيستفاد منك وشايفك إنه مصلحة عنده فالرب يسوع عايز اللي يتبعوه يكونوا عارفين تمن التبعية إنه هناك تمن لتبعية المسيح هناك إنكار للنفس هناك إنكار لكل الأمور الأخرى المادية هناك فقط يسوع المسيح أتبعك أينما تمضي طب أوكي بس أنا ما عنديش مكان بنام فيه ما عنديش أصر تيجي أنت تعيش فيه معايا وما عنديش حتى مخدة بحطها تحت راسي لما باجي بنام هل أنت مستعد أم غير مستعد وقال له آخر من تلاميذه بايز يا سيد ائذن لي أولا أن أمدي وأدفن أبي ما قالهوش زي ما دكتور مركز أبويا مات ده بيقول له أعمل إيه أدفن أبي دكتور ممكن يقولك لو لو أنت في الجامعة وبتقدم المحاضرة واحد من الطلبة بتوعك قال لك أنا جالي مكلمة إن أبويا مات ده أنت هتلغي المحاضرة وهتخلي يعني بقية الفصل يروحوا كمان معاها شرني عزوه ماشي سينا مش بتكلم على كده دكتور مركز حضرتك ما تعبتش أو يمكن تعبت بس مش عاجبك إنك تفهم النص ما قالهوش أبويا مات ده بيقول له اسمح لي أو ائذن لي أولا أن أدفن أبي يعني إيه كلام ده أنا أنا مسؤول عن أبويا أبويا حي بس أنا مش هقدر أتبعك لحد لما يموت أنا هوقف قرار اتباعك لحد لما أبي أقوم بدفنه إمتى ده يحصل بعد سنة بعد اتنين بعد عشرة وفيه ناس كتيرة بتأجل قرار قبولها للمسيح واتباعها للمسيح لما البزنس بتاعي ينجح لما الولايد يتخرجه من الجامعة لما الواحد يأسس مستقبل كويس لي ويبقى عنده فلوس بعد كده يفكر فيه إنه يتبع المسيح ده نفس الفكرة هنا دكتور مونكس يديني بس وقت لحد لما أبويا يموت وأقوم بدفنه وأنا تحت أمرك بعد كده هتبعك أينما تمضي المسيح رد عليه رد صريح وواضح جدا فقال له يسوع اتبعني أنت وما فيش حد بيحط إيده على المحراث وينزل الخلف فأنت لو عايز تتبع المسيح اتبعني أنت تبو أبويا دع الأحياء الذين هم أموات روحيا يدفنون أمواتهم يدفنون أبوك لما يموت المسيح هنا بيأكد على حاجة مهمة جدا أنه قرار اتباعك للمسيح ما ينفعش يتأجل ما ينفعش يتأجل وهنا بيستخدمها حجة مش أكتر ولا أقل خليني بس لحد لما أبويا يموت وأقوم بدفنه وبعد كده أنا أتبعك أينما تمضي يا دكتور منقذ الرب يسوع أوصى بإكرام الوالدين ووبخ اليهود اللي فسروا وكانوا بيروغوا علشان يكسبوا من الوصية دي ووبخهم على عدم طاعتهم للوصية الكتابية مش كده رب يسوع عارف كويس جدا أنه الإنسان بيحط حجج وهذه الحجج حجج غير حقيقية ما قالهوش أبويا مات يا يا معلم ومعليش أنا هروح ده لو قاله أبويا مات يا معلم وتعالى أقيمه من الموت كان رب يسوع راح معاه وأقامه من الموت لرب يسوع رأى ابن الأرمالة محمول راحين يدفنوه أشفق وتحنن ولمس النعش وأقامه ورده إلى أمه يا دكتور مونك الزياريت حضرتك كده بدل ما أنت عملت تتحفنة بهذه التفاسير الغلط أنك فعلا تعرف ماذا كان يقصد للرب يسوع للرب يسوع كان يقصد إيه يقصد إيه عمر الرب يسوع ما أصد أنه يمنع حد أنه يروح يدفن أبوه اللي مات ده كان يقول يصنع خيرا كان يتحنن كان يشفق كان يعرف معنى الحزن ومعنى فراق الحبيب يعلم كل ذلك جيدا طيب نص آخر أتحفن به الدكتور مونك الزياريت وهو هو ذا أمك وإخوتك فمن هو من هم أو من هي أمي ومن هم إخوتي كان نسمع الفيديو ده نرجع نعلق عليه مع الدكتور مونك الزياريت لما جاءت أم المسيح عليه الصلاة والسلام وطرقت عليه الباب هي وإخوته فقال له واحد من التلاميذ هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك فماذا فعل جرى بالقص لو أنت بجالس تلقي محاضرة ولا بتعمل بث مباشر ولا كنت على قناة الحياة في برنامج من برامجك واتصل عليك والدك أو والدتك ماذا تفعل أنا متأكد أنك حتسيب وتجري جري وتسلم على والدتك كطريقتنا أحنا المشرقيين حتقبل يدها وتقول لأهلا يما هذا الذي أحسبه فيك وفي كل بر بوالدتي وخاصة المسيح الذي وصف في القرآن وظرا بوالدتي لكن المسيح بحسب الإنجيل لم يصطع هذا أرن الحب الإلهي في هذا المقطع فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك وذل ما ينطوا يستقبلهم فأجاب وقال للقائل من هي أمي ومن هم إخوتي من أم دي العلباب من هم إخوتي ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها هي أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي طيب يعني أم المسيح عليه الصلاة والسلام أما كانت تصنع مشيئة الله الذي في السماوات لماذا لا تعتبرها أمك لماذا هذه الطريقة الجافة في التعامل مع الوالدة لماذا أين هو الحب الإلهي في التعامل مع هذه الأم أنا أؤمن أن المسيح لم يكن كذلك وأنكم نسبتم إليه هذه القبيحة وهو منها عليه الصلاة والسلام براء فالمسيح أبر الناس بأمه وأسرع الناس إلى إرضائها ولا يتصرر مع هذا التصرف الأرعن مش لكلكه هو بدأ يفقد عصابه وبدأ يستخدم عبارات أنه بدل ما ينط ويجري ويرحب بأمه وإخواته وهذا التصرف الأرعن إلى آخره أنا أقدر يا دكتور منكز إحباطك فروستريشنز اللي عندك ما أقدر أن أنت بتبذي المجهود جبار علشان تبعد تهمة حقيقية عنك وعن النص الكرآني وما أقدر أن أنت بتبذي المجهود جبار في أن أنت تحاول تجدعيب في المسيح طيب يا دكتور منكز فقال له واحد هو ذا أمك وأخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك والحدث ده حدث في بداية خدمة المسيح وأي قارئ للأنجيل يعلم أن بداية خدمة المسيح وفي بداية خدمته كان تعليمه وأفعاله بتسبب للأسرة لمريم لإخواته أنه عايزين يقللوا من حركته ويقللوا من خدمته وكانوا كمان غير مقتنعين غير مؤمنين إخواته كانوا غير مؤمنين إخواته فهنا ليس ليس هم في احتياج علشان يطلع لهم وليسوا في أزمة وليسوا في ضيق وليسوا هما يريدوا أن يكلموا يقولوله هد شوية بلاش الكلام الكتير اللي يثير اليهود بلاش الكلام الكتير اللي يغضي بالكتبة بلاش الكلام الكتير اللي يولد أعداء كل اللي كانوا عايزين أنه هما يفرملو شوية عش كده رب يسوع كان يعلم جيدا ونظر إلى التلاميذ إلى الجموع اللي وقفة قدامه وأراد أن يعلمهم درس مهم جدا أنه في ملكوت السماوات الروابط الروحية أقوى من الروابط الجسدية أنه في نظر الله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أن هؤلاء هم أولاد الله على أساس الإيمان لأن من يصنع مشيئة أب الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي أقرأ الأنجيلة دكتور مونك إذا أنت تعرف تعرف جيدا للمسيح قال هذا الكلام ليس جفاءا وليس إنكارا لمكانة مريم العذراء وليس يعني قصوى لكن هو يريد أن يعلم أن الروابط الروحية أقوى بكثير وأن كل من يقبل المسيح ويسير وراء المسيح ويتبع المسيح هو عضو في ملكوت السماوات وهذا الرابط أهم بكثير من الرابط الجسدي الرابط الروحي مقابل للرابط الجسدي حاجة تانية ما هو للآبية دكتور منقز مقابل ما هو للروابط الأسرية حتى هو قال كده لما مريم ويوسف في البداية كانوا قال أنين عليه لما قعد في الهيكل ولم يرجع معهم وقلقوا عليه وخافوا ورجعوا ووجدوه في الهيكل يعلم ويناقش قال لهم لست تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيه ملأبي يعني إيه كلام ده يعني الرابط الأساسي هو الرابط الروحي مشيئة الآب السماوي فوق مشيئة أي رابط أسري آخر لكن هو يحبهم نعم يعتني بهم نعم ده هو أو هو على الصليب ومتألم ومصلوب وينزف قبل أن يفارق الحياة ينظر إلى يحنى ويقول له عن مريم هو ذا أمك يعني اعتني بها ويقول لمريم هو ذا ابنك يعني خدي ابن ليك عشان يعتني بيكي لم يتركها لوحدها يا دكتور منكز كفاية اللي انت بتتحفن بيه يريد بقى تخرج برا هذا الإطار وتقدم لنا حاجة شوية تكون مقتنعة أو مقنعة شاهد آخر قال لك الرب يا سوع كان قاسي جدا أيها القيل الغير المؤمن كيف له أن يقول لهم أيها القيل الغير المؤمن والملتوي قالوا ناخد الفيديو ده ونرجع أعلى عليه معجزة أخرى من معجزات المسيح اللي هي التعبير عن الحب الإلهي لما جاءوا برجل مصروع جاءوا به إلى المسيح عليه الصلاة والسلام جاءوا به إلى تراميذ المسيح أولا فما استطاعوا شفاءه جاءوا به إلى المسيح عليه الصلاة والسلام لكنهم أيضا لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبادر إلى شفائه انظر إلى هذا ماذا قال له فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إلي هاهنا المسيح مزعوج منهم دعمل بجلافة فيقول أيها الجيل غير المؤمن أيها الجيل الملتوي إلى متى أكون معكم أنا ما عندي غيركم أنا ما نفاضي إلا لكم إلى متى أحتملكم يلا جيبوه قدموا إلي هاهنا وخلونا إيش أخلص منكم هل هذا تجد فيه تعبيرا عن الحب الإلهي أم هو مشهد آخر مزعب جناف القص عارفين فعلا شر البلية ما يضحك يعني هو أولا ما فهمش الناس وما فهمش مين قاب مين ومين عمل إيه والمسيح قال إيه وقال هل مين هو ما فهمش قالك قابوله راجل مسروعة هو أولا القصة غير كده دكتور مونكز ده القصة بتقول ولما جاءوا إلى ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل ربي سوع كان نازل من الجبل على الجبل التجلي وكان معاه بوترس ويحنى ويعقوب بس فوق وبقيت التلاميذ كانوا موجودين تحت كويس وحصلت حدثة كده تحت والرب يسوع جاي مع تلاميذه ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له كويس وقائلا يا سيد ارحم ابني فأنه يسرع ويتألم شديدا يبقى الراجل هو اللي عنده طفل عنده ابن هو اللي بيتألم وليس هو المتألم ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء الروح الناجس اللي عليه بيحاول أنه يهلكه مرة يرميه في الماء ومرة يرميه في الماء في النار وأحضرته إلى تلاميذك أنا جبته إلى تلاميذك قلت أكيد دول مدام هم تلاميذك يقدروا زي ما أنت بتشفي هم كمان يقدروا يشفوا وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوا تلاميذ معرفوش يشفوا فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم وإلى متى أحتملكم وبيكلم مين هنا وهل هو هنا بيتكلم بجفاء وبتعالي هل هو بيتكلم من مناخيره إيه اللي أنتو بتعملوه ده إيه اللي أنتو جيل يعني يتقال فيكم البدع رب يسوع بيتكلم موجه كلامه أولا للتلاميذ وموجه كلامه للجموع اللي مش بتؤمن أنه هذا الروح الشرير أنه يخرج إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم مش أنه زهق من عمل المعجزات وزهق من من زن الناس لا لا يا دكتور مونكس ده بيوبخ أولا التلاميذ لأنهم كان المفروض أنه هما يخرجوا الشيطان ويشفوا هذا زي ما أعطاهم سلطانا في متى عشر ما أعرفوش طب إلى متى هكون أنا مش قاعد معكم على طول أنتوا هتقوموا بالمهمة دي ويكون لكم رسالة مش بس في اليهودية لكن برا العالم كله قدموه إلي ها هنا مش بقى هاتو هنا يعني هاتو لا لا قدموه هاتو الولد دو يقول كتاب فانتهره يسوع فانتهر الروح الناجس فخرج منه الشيطان فشوفي الغلام من تلك الساعة شوفي وعادين لما قعد مع التلاميذ قالوله هو زي إحنا معرفناش نخرج الشيطان ده ليه 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 إحنا معرفناش لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه ما انتدتنا سلطان قبل كده إن إحنا نخرج الشيطان ليه ليه معرفناش نخرجه فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم وعدم إيمانهم دوا هو هو عارف إنه مش ممكن أبدا يخرج إلا بالإيمان فلعدم إيمانكم وعش كده وابخهم على عدم إيمانهم قال لهم غليوها الجيل غير المؤمن ربط الدنيا مع بعض يا دكتور مرك اقرأ القبل واقرأ لبعد والرب يفتح عينك لكن اللي انت بتقوله ده يعني كلام زي ما قلتلك قبل كده ده كلام مصاتب تنفع تضحك بيه على بعض اللي قاعدين من محبيك اللي ما بيقروش الكتاب ومعرفوش حاجة عن الكتاب لكن ما نفعش تيجي بيه على الشاشة وتقوله آخر في الديئي الأخيرة ما نكون عند وقت أنتحك مع بعض فعلا على اللي بيقوله الدكتور منقص خلونا ناخد الفيديو الأخير جناب القصة أنت تعرف مثل الأمناء العشرة هذا مثلا حكاه المسيح عليه الصلاة والسلام وفي هذا المثل وفي هذا المثل يقول الملك والمسيح عليه الصلاة والسلام يتمثل من المثل هذه المقولة لأني أقول لكم اسمعوا ماذا يقول إن كل إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه نأصل إلى بيت القصير أيوة وأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم واذبحوهم قدامي أنا أعرف أن القول المسيح ينقله عن الملك في مثل الأمناء العشرة ليس قولا مباشرا للمسيح لكن لماذا كان يحكي لهم هذا المثل أين العبرة أين العظة هنا موضع الشاهد في المثل المسيح ينزل نفسه منزلة الملك في مثل الأمناء العشرة فيقول الملك في المثل وأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم واذبحوهم قدامي أين العبرة أين الخب الإلهي في هذه القصة جناب القصة يا دكتور منقذ هسألك كم سؤال كده ممكن حضرتك تحاول تجاوب عليهم يا ترى كم غزوة قام بها المسيح في حياته غزوات ممكن تقول لنا واحدة اثنين تلاتة هل المسيح قام بغزوات هل المسيح زبح قبيلة كاملة هل المسيح شق امرأة نصين ربط رجليها دي ورجليها دي في جمالين وشقها نصين هل المسيح سب هل المسيح اختصب قل لنا يا دكتور منقذ يمكن انت بتقرأ انجيل غير اللي احنا بنقراه هل المسيح حمل سيف كان حاطت سيفه بغمده باستمرار هل المسيح طير راس حد هل المسيح ضرب حد شتم حد طب ما هو الكنيسة مفروض انها تتبع المسيح هل المؤمنين الاوائل قاموا بغزوات كونوا جيوش وقاموا بغزوات وسبي ونساء وقتل ودبح يعني اذا كان المتكلم مجنون في المستمع عائل والمفروض انه المستمعين عائلين دكتور مونكز بياخد النص ده اكي المسيح انزل نفسه الى مرتبة هنا بيكلم على نهاية الزمان يا دكتور مونكز على الدينونة الاخيرة يا دكتور مونكز بيكلم عن دينونة الله عن ان كل واحد هيعطي حساب وتكلم بلغة هذا الملك اللي كان بيعمله الملوك زمان فده مثل يا دكتور مونكز بيكلم عن دينونة الله لكل انسان في نهاية الزمان ودرب هذا المثل وقال انه ماذا تظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع فدع عشرة عبيد عبيد له واعطاهم عشرة امناء عشر وزنات وقال لهم تاجروا حتى اتي واعطى تانين خمسة واعطى وزنة اخيرة لشخص كويس لما يأتي الملك هيحاسب العبيد العشرة هيقولوله ادتنا عشرة ربحنا عشرة مش بصورة مادية ده مثل مجازي اللي عمله خمسة قالوله احنا ادتنا خمسة ودي خمسة كويس اما اللي عمل واحدة ما عملش حاجة ثم جاء اخرا قال يا سيد هو ده مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لاني كنت اخاف منك اذا انت انسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع ده بيتهم يعني واحد بيتهم ربنا بيقوله انا مش هعمل حاجة والانت مش مديني حاجة ومالكش حاجة عندي وانا لم استثمر في حياتي شيء للملكوت الى اخره بيقول في النهاية الملك دوان هيعمل كده بيقولهم انه ملكوت الله هكذا هناك دينونة هناك حساب اخير هناك الله سيحاسب الانسان على كل شيء اتعب يا دكتور منكز لا تشبه المسيح بمن زبح وقتل فالمسيح لم يزبح ولم يقتل لكنه مذال يدعو الجميع الى التوبة ولا يريد ان يهلك احد وما زال الباب مفتوح لك ومفتوح للكل الذي يقبل اليه ينال حياة الى ان نلتقي سلام المسيح يكون معكم